السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلونكم شباب ان شاء الله زينين اليوم رجعت لكم فيديو جديد وشرح جديد راح نشرح لكم كيفية ايقاف التحديثات التلقائية من البي اس فور على البي اس فور عفوا يعني راح ترتاح نفسيا حتى ما تخاف بعد ان يجيك تحديثات تلقائية على جهاز البي اس فور لكن قبل ما ابدي بالفيديو اتمنى منكم ان تشتركوا بالقناة ودفعوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد يلا بنا نبدي بالفيديو راح تجي هنا على الاعدادات راح تجي هنا عفوا مس اعتدر على جودة الفيديو السيئة تجي تختار الشبكة وتنطي الاتصال بالانترنت تجي هنا اعداد الاتصال بالانترنت وبعدها تجي استخدام الواي فاي او حسب الواحد يريدي مثلا يستخدم قبل شبكة اللان يعني عن طريق الواير اما اني عندي استخدام الواي فاي وراح تجي تختار مخصص وليس سهل تختار مخصص وتنتظر حتى تختار الشبكة اللي تريده انا راح اختار شبكة باسم علي ثلاث راح تكتب الرمز واحد اما انين ثلاثه انا راح تجي هنا علا تنطيع موافق وتنتظر انا يقلك اعدادات عنوان الاي بي راح تجي تختار تلقائي اسم مضيف DHCP راح تختارها اول واحد لا تحدد اهنا اعدادات الDNS راح تجي تختارها يدوي راح تجي تختارها يدوي وتجي على الDNS الرئيسي اهنا الDNS الرئيسي راح تجي تكتب هذا الDNS راح اخلي هذا الDNS في وصف الفيديو ان شاء الله وفي قناة تليجرام اذا تجي تختار اه تكتب عفوا ستة اثنين بوينت ميتين عشرة ميتين عشرة وبوينت تجي تكتب ثمانية وثلاثين ثمانية وثلاثين وبوينت وتجي تكتب مية وسبعة عشر اذا راح تجي هنا تضغط على تم او R2 الDNS الثانوي راح تخلي مثل ما هي راح تجي تضغط على التالي وتختار تلقائي وتختار لا تستخدم واختبار الانتصال بالانترنت يا الله بلكت هسه نجح وما اضطرنا نشرح الموضوع من جديد الحصول على عنوان الاي بي نجح ولا اتصال بالانترنت نجح شباب واخيرا بعد معاناة مع النيت اذا هسه راح نجي ونجرب نجرب التحديد يا شباب حان الموعد موعد الحسب تحديد برمجيات النظام اما اكون او اكون انا يعني عارف انه ما راح تنزل اذا شباب متل ما لاحظتوا لهم كنت تنزيل برمجيات النظام النسخة 11.2 راح يضل عندك ايش ويقلك تحديد برمجيات النظام فقط الاتصال بالخادم وما راح يحدد عندك ابت ابت وتقدر تستخدم النت متل ما انت تريد وما تخاف ويدك على قلبك راح تجي اهنا عندك مثلا راح نفتح اليوتيوب او اي برنامج او اي متصفح انت تريده تتصل بالنت وعادي اه تلعب متل ما انت تريده راح نجرب اليوتيوب شباب راح نشوف اليوتيوب قدامكم ان شاء الله وراح تشوفون يعني تشتغل عندكم النت بدون مشاكل وبدون قلق ان شاء الله اذا اشتغل ادنا اليوتيوب بشكل طبيعي وما يحتاج اي تعقيدات اذا الى اهنا الشباب نطعينا مشرح هذا الفيديو اتمنى انكم استفدتم من المقطع ولا تنسونا من دعمكم اشتراك و لايكات و تفعيل الجرس و الى المقطع القادم دمتم بسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته